السلام عليكم ورحمة وبركاته احباب ام عبدالله اينما كنتم مرحبا بكم فيديو جديد اليوم ان شاء الله نضيف مع بعضنا فلافل ويا سلام على فلافل من يد ام عبدالله فلافل صراحة نضيفهم لكم لبناني لكن بطريقة ام عبدالله اول شيء نحتاج لهم هو الحمص الحمص سوف نضيف الحريرة ليلة كاملة حتى يرتب لكن دون ما نضيفه القشر نضيف القشر نحتاج جوج للكقوس لانباء حمص بدون ما يرتب لانباء يكون جوج كقوس ونحتاج كأس عنباء كذلك الفول انا اخترت الحباد الصغير ذاك الرقيق البلدي يكون بهذا الشكل كأس عنباء امني كيرطباء مهم ان تعبره قبل ما يرتب للحمص ولا الفول جوج كقوس حمص كأس الفول يعني كمية الحمص نصف ديالها كمية الفول بعد ما نضيفه نضيفه نحتاج كبصلة متوسطة لحجم حمراء ونحتاج 4 فصوص يكونون كبار فلما كانوا كبار سوف يقومون 5-6 فصوص نحتاج قزبرة وبقدونس ونحتاج الابهارات عندي ملعقة كبيرة قزبرة يابسة قزبرة يابس طحون ربع ملعقة زنجبيل ربع ملعقة كوركم ملعقة صغيرة كمون ونحتاج ربع ملعقة توم بودرة ونحتاج نصف ملعقة ونحتاج الابزار ابيض او فلفل ابيض الفلفل ابيض يعني هو الابزار ابيض كان اول شيء ان شاء الله هو انتحل عناصر ديالنا بالنسبة لفشغة التحنو انا هنا عندي الكأس جيد جدا ويمكن لي يتحلي الكأس نوع الزاج ونوع جيد يمكن يتحليه لكن عندكم نوع البلاستيك لا تتحنو في تحنو قاسحة لانه ليس سهل الحموص والفول يتحنو ويكونوا مرطابين جيدا ونضيف لهم القصبرة والبقدونس سوف نضيف منهم فقط الكيمياء اللي شفتها سوف نضيف منهم 1 جوج الثلاثة السيقان صغار ونقطعهم بالسيقين كيف لا تشوفهم معي سوف نضيف ملعقة السيقان سوف نضيف ملعقة السيقان ونضيف الباقي نضيف نصف كأس العنبة كذلك معهم قبل نضيفه التوم ونضيفه البصل أربع فوصوص التوم وبصلة كامية كي قلت حمراء ونصف كأس العنبة ماء عادي من الصنبور من الصنبور بالنسبة الناس اللي يشربون من الصنبور بالنسبة الناس اللي في الشرق لا يشربون من الصنبور فنصف كأس الماء سوف نضيف الملح نصف طحنة ونضيف الملح نصف طحنة نضيف ملعقة السيقان ونضيف الملح الدخول البهار بيكين باودر 去ه اضاف ملح بيكين باودر نстрой لقد أعطيكم عن تجربة بالبكين باودر لتجربة جدا هائلين بحدها وبهذه البحارات التي أعطيتكم أم عبد الله وبهذه المقاس فالطعم جدا 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 رائع والله سيتأكلهم و سيترحمون لي عليهم الولدين فعن خبرة و عن تجربة الفلافل جدا هائلين لما أمروذ الفلافل أو داقهم يديرهم بهذه الطريقة ويرد عليها كنخلطوا جيدا البحارات مع الفلافل خليط الفلافل بعد ما درنا البيكن باودر البحارات نخلطوا جيدا و نخليه نغطي و نخليه على جنابي يرتاح و يتخمر ضروري ما نخليه يرتاح كي يتشرب مع بعضه و في نفس الوقت البيكن باودر تعطي لك المفعول تقريبا نخليه ناس في ساعة ساعة أو ربع و لا يوجد إشكال حسب الوقت لديكم مهم ضروري تقليه شوية من خمسة حتى ثلاثين دقيقة عشرين و بعد ان شاء الله ندوزه مباشرة باش نشكلوهم أقراص و نقليوهم بالنسبة لي هنا ملاحظة لا يوجد آلة لتشكيل الفلافيل اللي هي مرة أخرى مجتغد ان نصورها لكم للأسف يمكن في لبنان كنت نقدر نصورها لكم لكن هنا في لا يوجد في المغرب بصراحة يمكن لكم تشكلوهم بعد المرعقة لغلاس لكن بالنسبة لي لم أفضلت لأنني لدي مرعقة كبيرة فشكلتهم غبيدية من بعد الزيت يكون ساخن لدرجة الحرارة تكون يعني النار تكون متوسطة ماشي عادية وماشي قليلة باش ميتشربوش الزيت نفس الوقت يطيبو لنا جيدا يأتي مقرمشين من بره يأتي طيبين من الداخل هشاش من الداخل طعم لا يقاوم والله والله روعة جدا يعني في لبنان اللي هما مختصين أه أحسن محل كده بالفلافل في لبنان كامل اللي هو أبو رامي في صيدة كنت كان بشير عندونا كل عندو الفلافل والله اللي اعطيتكم هنا إلى أفضل من فلافل أبو رامي وأخذ هذا على عاطق يعني فقدمتهم لكم بالصحة والعافية تاكلوهم بالهناء الشيفاء ان شاء الله الفيديو اللي شاهدته وأعجبوكم الفلافل بصيفة الفيديو لأصحاب الأصدقاء شاركوه مع الناس كلها اللي تعرفوا على مواقع التواصل الاجتماعي ديفوا لايك للفيديو كنتو أول مرة تشوفوا القناة أهلا وسهلا بكم ضغطوا على الجرس على المربع الأحمر لتتتركوا وتصبحوا من العائلة فاعلوا الجرس والاختيار الأول لكي وصلكم كل جديد سوف نشكل معكم صندويش بالخبز العربي الخبز العربي نجعله لكم صندوق الوصف الطريقة هو الخبز الشوارمة اللي بدون خميرة ون شاء الله نتمنى تطبقوا الوصفة وتردوا عليها إن شاء الله بالعالمين هادي ندير صندويش كي كتشوفوا حطية الفلافيل بالنسبة للفلافيل كليدرت ليهم السومسوم فكيتدر ليهم السومسوم وكليدرتهم بلاش كي يجوا جدا رائعين درت معهم طماطم درت معهم كورنيشون أو المخلل ديال الخيار درت معهم بقدونس ودرت معهم قطع ديال الحار بالنسبة هنا در معهم طراتور أنا غير موجود عندي طراتور في البيت ما درتوش كي يجيوا هائلين حتى بدون طراتور لانه طرين والداد وشاشة وكل شيء مجموع فيهم شكرا على حسن تتابعوا عن ضرب لكم ضرب لكم موعد الفيديو قادم